اشتركوا في القناة وهنا كان فيه وقف فيه كتير من المشكلات بتتعرض لها القدم نتيجة لبس الأحدية لفترات ممكن نقول انها فترات طويلة من اليوم او حتى مشكلات ان احنا بنسيب الرجل في حالة رطبة من الميا وغيرها من الامور تعالوا النهاردة نعرف اكتر عن المشكلات الجلدية اللي بتصيب القدم وعلاقتها بالسلوكيات المختلفة فمية اختيار الأحدية المناسبة فتعالوا نفتح النقاش ونعرف كل التفاصيل من خلال استاذ الدكتور عاصم فرج استاذ الأمراض الجلدية والتجميل ضفنا العزيز اللي انا بتشرف انه بيكون معنا اسمه انا بديك يا دكتور عاصم اخبار حضرتك ايه بخير انا عايز ابدأ راحة الجسم تبدأ من القدمين دي دي مقولة مهمة جدا وبيجننني البنات والستات اللي بيلبسوا كعب علي جدا 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 وهم اصلا لواخدين عليه وبيتبلهم ظهرهم بيتبلهم رجليهم وحكلاقي ممارسات كتير جدا زي اللي انا بتكلم عنها صح هو اول حاجة اول حاجة يعيني برضى ضروري نبتديه بيهم في ناس طبيعي شغلهم بيعودوا يعيني 18 ساعة لبس الجسم صحيح اه يعني برضو دول بيصابوا علي بيصابوا علي ليه هو 18 ساعة هوم ديليفري ولا مش عارف ايه مهلوك يعني متاكل رجله متاكل اللي نبتدي نفهم اه الرجل بايه اللي ممكن المشاكل تيجي فيها علشان نبقى مركزين زي ما يقولوا في مشاكل التانية كلها ما بين الصوابع اللي تيجي ما بين الصوابع ودي هي السبب الرئيسي للرائحة الكريه نيجي بقى تاني للرائحة الكريه يبقى اول مشكلة اول ما بيقلع الجزمة في مراته ولا بتاع الناس بتدخ حواليه احنا قبل كده قلنا لازم ننشف الرجل كويس وعلى قلنا نشفها بسيش ونعليجها اه ده اكيد اه دي كويس جدا دي دي ايه دي دي مش عين سمك دي فقافي لا ده كله كله والكله ده كلوزة احنا بنسميها بتيجي للبريشر سايت الحتة اللي هي اولا فيه ناس يعني يا ولده يعيط منها مش عارف يمشي مش عارف يمشي مش عارف يمشي منها يبقى يبقى نمرة واحد فيه كلوزتي وفيه ضروري مفرقها بينها وبين عين السمكة عين السمكة ده بيروس اللي هو اللي بنسميه HPV العين السمكة دي ده بقى اونيكومايكوزز ده فطر الازافر ده اه اونيكومايكوزز ال�ığıفر نفسه فيه صور احسن كمان من كده اونيكومايكوزز اللي هي الضافر المتغير اللون ده متعب جدا 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 وضروري يا جماعة أول ما حد يلاقي لون الضافر متغير كده من الجناب بنسميها احنا تينية الأضافر بس أنا بشوفها أكتر في المدخنين يا دكتور مسكة السجارة بتغير من هو المدخن كمان عمله هائية طبعا المدخن خلى استجابتها للعلاج صعب يعني استجابتها للعلاج صعب كبر السن كمان مهم الشكل ده كمان أوضح وأوضح طبعا ده أونيكو مايكوز اللي هي إصابة الأضافر بالتينية ده هتلاقيه على بال ما هيخفه ويتكون ضافر جديد هياخد له 8 شهور لأن الدورة الدموية عنده ضعيفة في الرجل لكن محدش يوصي لكن سبب العدوى بقى هو تبقى دكتور هي المشكلة في الضافر نفسه ولا في اللحم الضافر نفسه ده الضافر أصيبه بالتينية بالفطريات اللي أنا عايز أقوله لهم ده ده سبب الإصابة إيه فيه استعداد جات له من السكر وحاجات كتيرة من رجليه طول الوقت في المية لكن هنا سبب الإصابة لو ستات السبب الأول والتاني والتالت والعاشر لما بتروح تعمل رجلها في البدكير وما بتاخدش العدة بتاعتها بتاخد العدة اللي موجودة هناك وانا دايما نقول ما حدش يعمل للعملة دي أرجوكو 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 لأنها ما جاتش على الأونيكو مايكوز لا ده ممكن يجي لها لقدر الله حاجات تانية كتيرة هباطايتس والتهبات الكبد الوبائي فإحنا هي أول ما بتروح أرجوها وقتها وسط تقول لي ده نضاف نضاف خالص يا دكتور عائل نضاف أني نتريتها مش حكاية نضاف هي حكاية أن أديهم والأمراض وكده بتقوم ضربة في الضافر ما هاصل يعني هاب البخ يعني جات لها منين ما ضروري نيجي بقى للحاجات اللي أكتر شيوعا الناس هتستغربها شوية التانية ما بين الصوابع التانية ما بين الصوابع دي تيجي كانت في الأندية زمان وفي الرجلين أكتر اه وتيجي للعبت الكهرة كان لعبت الكهرة كلها تيجي لهم ما بين الصوابع لأنهم لما بيستحموا في النادي ما بينشفوش ما بين الصوابع هنا ويدخلوا في مياه ركضة مياه ركضة فيها مكروبات واحنا مرة قلنا ان ضروري لما ياخد العلاج وحتى ضروري رجليه تنشف تنشف حتى قلنا بالسشوار بالسشوار ضروري لغاية ما تباش رتبة خالص خالص وكان يدان شاعة يعني ان الوضوء في الجوامع من الاسباب وده غلط ده غلط لي انها لما بيجوا يتوضوا يقفلوا على رجلهم بالشراب والشراب ما هواش قط ومبلول ويقوموا ماشيين كده اه ده انت عمل خليت حاجة اسمها البي اتش اتغيرت بس على القال تصلي وانت مش لابس حاجة في رجليك هتكون رجليك نشفت نشفت ايه واس كده حلوة خالص انما تبقل يا دكتور بقى السجاجيد اللي بتتبلو بيفضل فيها المائل لا ما دي مكروم ممكن تنقلي حاجة اه مكروم مكروم ضروري كمان يعني احنا يعني الهيجين بتاع الحتة بتاعة الحمامات دي يجب ان ينظر لها تاج الصراحة يعني لان الساعات بتبقى يعني في المملكة ما شاء الله يعني الواحد يدخل نضيفة زي الفل وعليها رعاية صحية المهم علشان ما يبتديش تيجي امراض بسبب المية تفضل مترقمة تفضل مترقمة ما بين الصوابع وعننسة عندنا عين سمكة تحت عندنا الكالوزيتي اللي هي الكالو تحت ومؤلمة جدا عندنا ايه كمان ما بين الصعوبة عندنا اصابة الاضافة ده كل ده احنا في القدم في حاجة مشهورة اوي بقى اسمها التينيس تو ايه التينيس تو ده الشباب بتوع التينيس بقى وكده وانا هقول لكم منتشرة ليه الامهات ما بتحبش تغير الجزمة بتاعت عياله يعني مدام الولد رجليك كبرت دي ابدا تفضل هالحون جيبهله اكبر منه سنتين اكبر منه سنتين على الشهر هو والعيشة والبداع والحاجات كده هنا دي سببها ايه ان هو لما بتجيبها له واسعة تلاقيه طول ما هو واقف يقضي يخبط في الارض دي تعمل ايه خبطة الارض دي بتعمل حاجة مهمة جدا اسمها تينيس تو ده اسمها هو اطلق عليها كده تينيس تو يعني ايه الضافر ضافر او صباع التينيس هتلاقيه ابتدى فالجازمة يا جماعة ولا تبه واسعة ولا تبه دياء وهو اللي انا يعني مش رفاهية اللي هقولها دي في حاجة اسمها وايد وايد يعني ممكن نعرفها يا دكتور بس معنا مدام اقولها عشان ما نسباش كتير مدام اقولها اهلا بيك اهلا بيك يا فاندوم كنت عايزة اسأل الدكتور انا بنتي عملت لها بروتين فرصة من ثلاث سنين كده فوقفت البروتين ان كل شاية بتروحك ووفره وتعمل وكده وشعرها ويكوي وقفت البروتين الشهر الجديد اللي طلع طلع خشن جدا طلع ايه خشن جدا طلع خشن جدا اغلاء شعرها طبيعي كان ناعم بس كان فيه موجة طب اسألك سؤالين البروتين ده كان زيرو فورمالين ما عنديش فكرة صراحة وكان فيه ناس بسافرين بره وجبه وولا وكده طبعا حسألك سؤال التاني اول ما تفتح عينيك دمعت ريحت نشادر ممكن ان انا مكنش معاه في الكوفير انه بعد الكوفير رحت مع ناس قريبة وكده انا محضرتش معاه حرية حضرتك خالح حرية حج دلوقتي طيب انجابك يا مادام أولو معنا كمان مادام وداد أهلا بيك يا فندم مساء الخيط أهلا بيك يا فندم منوران بس بالنسبة للدوافر رجلي لونها غريب كده أزرق محمر فبس بس أل ايه سبب يعني انها اللون بتاعها اللي هو الأزرق محمر كده حضر يا فندم كل الضوافر ولا واحد بس اهلا اغلب الضوافر تقريبا اه اه من الجنب ولا اهلا بكوش وخصوصا الصباح الكبير ايوا حضر يا فندم هقول لسيادتك حالي ركزي معانا يعني شكرا جدا يا مادام وداد طيب نجاوب بعلبة اه 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 المشكلة اللي أنا أولده نحظر جرارا وتكرارا زيرو فرمالين زيرو فرمالين دلول جاءنا له احنا مش عايزين كده أصلا هي مش محتاجة انما دايما الاجابة ما عرفش ما عرفش ايه واحد يحط حاجة في شعره ما يعرفش فيها زيرو فرمالين ولا لأ يا جماعة نبعد عن الفرمالين لان الفرمالين دي زي ما أنا قلت مش حكاية حيدر الشعر وبس لا لقدر الله دي مادة مصرطنة فعشان كده زيرو زيرو فرمالين او فرمالين والطب متأكدة من المعلومة دي طب انا هقولك هعرف منين اول ما بيد قدامهم بكتاع كده هتلاقي في لي هي بتشتكي مش من كل ده هي بتشتكي ان الشعر الجديد اللي طالع خش هقولكو معلومة طالد خشا قوي كمان المعلومة اللي هقولها دي محدش يعني يستغربها في علاج الشعر الجيد الجديد اللي طالع ده دايما بيقعد مدة خش فمحدش يتدايق بعد شوية يبتدي زي ما بيقول ايه الطول يحسنه وا 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 انما دي بتحصل كتير قوي بتقول بنتها بنتها السن مهم وعامل السن مهم واول ما تبلغ الشعر يبتدي التكتشر بتاعته تختلف انما كل ده انا دايما اقول مش مهم نوعية الشعر مهم يطلع وبعد كده نتدبر في الحاجات التجميلية مش مهم يبقى دي سهلة خالص ما تقلقش ده طبيعي بالنسبة اه طبيعي التانية طب قبل ما انتقل لمدام وداد يا دكتور دلوقتي لشعر الخشن ده هي خلاص بقت قدام الناس طول الوقت بتعمل اسم ايه البروتين اه وخلاص الناس اخدت على شكل شعرها بشكل معين دلوقتي ممكن تعمل ايه عشان ما يبنش الاختلاف هتاخد هترجع للزيرو فورمالي هتستخدم برضو اللي انت بتقوله ده يعني زي ما بيقوله لوب الموضوع لوب الموضوع ان خطبها جزها عيالها كلهم اتعودوا على شكل شعر معين اه مش هتقدر مرة واحدة اقول له يعني اقول لها زي ما بيقولوا لا اطلع لهم شعرك عامل كده استحالة ولا حتقدر فحنعمل هي الزيرو فورمالين ممكن يستخدم مش هيديها نفس النتيجة انما هيديها التمانين المية من اللي كانت يعني الفورمالين بيكون ليه تأثير برضو في الشكل العام جامد اه طبعا فورمالين ايه ده هو المادة الكاوية فورمالين الفورمالين ده ما هو ما بعد كده بيكوه فبيتفرد ايه لكن الزيرو فورمالين بيدي بيدي زي ما بيقوله شكل مقبول بروتين وكيراتين زيرو فورمالين مليين بقى مش السوق مليين محلات طبعا في اروفة والله حتى ممكن تعمل لوج جديد مثلا وتخليه كارلي كده وتستغنى خالص ياريت بص اذا مش انت دايما تقول يعني الواحد لما يطلب حاجة نبنصح والله لاخوتنا يعني اه بس طبعا الشعر ده بالنسبة للستات يعني ما يقدروش يستغنى عنه فالمهم هي هتعمل الزيرو فورمالين كويس جدا طيب مدام وداد بقى الضوفر يعني مزرقة ومحمر اه هنا بس اول حاجة تعملهنة تعمل تحليل تحليل ده complete blood picture تحليل دم لان لان بين 5 ساعات في خبط بييجي في الضوفر يبقى زرقة يعني تزرقة او تحمر من غير ما هي هتاخد بالها هارجع بقى للموضوع بتاع الترومة ترومة في الضوفر الترومة الضوفر دي جازمة ديقة او الناس يعني الجازمة دي ضروري تبقى فتد يعني والفتد المقاس بالظهر اصلا كمان فيه اوالب يا دكتور بتكون مكتفة الرجلين خاصة في الستات البوز ايوه ابو بوز ده دابلو يعني ايه وايد الوايد ده مقاسها مثلا مقاسها 36 37 ايا كان في 37 وايد و 37 و 37 دابلو و 1 التفاهم قصدي اللي هو زي الفت بتاع الهدوم هو كده يعني في اصح المهم يا جماعة طبعا اللي انا بقوله ده هيرتكرونها رفاهية مش رفاهية الصابع ضروري تبقى مرتاحة لان لو مرتحتش بص هيحصل ايه يا جماعة الصابع حتركب فوق بعض لو الصابع الرجل رجبت فوق بعض كده زي ما انا بعمل نمرة واحد هنا حيبتدي تيطلع تانية نمرة اتنين الضوافر هنا كلها حتحمر ويحصل فيها خط نمرة ثلاثة واربعة وخمسة هيحصل هنا زي ما بيقوله في الحتة المفاصل دي الرجلي دي الالف ده مش بتاعها يا مدام الالف ده مش بتاعك هو لما عملها زي القصة الصندريلا والكلهم عايزين يلبسوا الجازمة هي نفس الحكاية دي نفس الحكاية هي مش عايزة بناتها يطلعوا من الستة وتلاتين هوب مقاس جدمتها اربعين مش هتتجاوز لم يوجد حاسبها كده انما ما تظهرش من كتما البداع ملبسها البنت ستة وتلاتين البنت طار واثنين واربعين اساسي هي الفتاعة هي هي فلسفتها هي مش عايزة تجيب جازمة تاني اللي هما حنر احنا والله بندحك مع الناس بس بنحاول نوصل لهم المعلومة اه طبعا بشكل لطيف اه المهم عندنا انهم ما ينسيبوش الصوابع تركب فوق بعض طيب لم اختر حاجة عندي الجازمة الوسعة والديقة طيب هي دلوقتي هتعمل التحليل اه عشان تشوف الهموجلوبين اه وتشوف الكمبليت بلوت بيكتر يعني لانها دي اه وجودها اللحمرار ده في كل الضوافر كده اه مش هتصدق انها البقاس الجازمة ده مش بقاسها تكون عاملة للتحليل وتكلمنا الاسبوع المرة الجاية نحاول نكلمها احنا الوقت خلص الدكتور معلش احنا ضروري نبقى نكملها المرة الجاية لان القدمين دول مشاكل ريحة عايزين نتكلم ازاي نضيحها النمرة اتنين تانية ما بين الصوابع تلاتة تانية هنا كتير في حاجات في البطن دي عيني بيمشوا يا رجو ده بقى يكون تمهيد بقى نبقى الحلقة الجاية حسن وطيب المتابعة بكرة بإبن الله ألقاكم صح 11 إن شاء الله بتوقيت القاهرة وحلقة جديدة من صباحة مصر اشتركوا في القناة